الأمن الغذائي خيار استراتيجي تعمل الجزائر على تحقيقه خلال المرحلة المقبلة أخر تصنيف لبرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة وضع الجزائر ضمن ريادة الترتيب إفريقيا في الأمن الغذائي ما يعكس الجهود التي بذلت لتطوير هذا المجال باشر قطاعنا في نطاق برنامج السيد رئيس الجمهورية وفي سياق مخطة عمل الحكومة في تنفيذ ولقطة الطريق لفترة 2020-2024 نرمي من خلالها وبدرجة أولى إلى تلبية الاحتياجات الوطنية من خلال العرض الفلاحي ورفع المساهمة في النمو وتنويع المنتجات وتقليص واردتنا وتوفير منافذ للأسواق الدولية عبر تعزيز الصدرات الفلاحة تكتسي أهمية قصوى في الأمن الغذائي تقنيات جديدة تنتهج لتثمين المنتوج واقتصاد استعمال المياه إضافة إلى منح الفرصة للشباب بهدف الاستثمار في هذا المجال الحيوي توسيع استغلال المساحات الزراعية يمر حتماً عبر الاستثمار في الجنوب فشساعة الأراضي تمنح الفرصة لتطوير الفلاحة مع اتباع التقنيات الحادثة لضمان وفرة المنتوج بالطبع أولوية للشباب لأنه أراضي فلاحية شاسعة تنتظر فقط القدوم الفلاحين الصغار ونحن رأينا كمعها تقني تنمية زراعة صحراوية الهدف الأول هو المرافقة التقنية لهذه الفلاحين تنمية الإنتاج الفلاحي من خلال توسيع المساحات المسقية ورفع مستويات المرددية كلها عوامل لبلوغ الأمن الغذائية الذي يعد أحد مقومات تحقيق السيادة الوطنية